بنرحب بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر دلوقتي معادنا مع الأخبار اللي بتحصل لبرة مصر في مجموعة من العلماء والبحثين في العالم شغالين على تجارب التجارب دي استثنائية هدفها دراسة ظواهر معينة أو الخروج ببعض النتائج العلمية الجديدة علشان البشرية تستفيد منها خرجت دراسة من الدراسات الجديدة اللي طبقها فريق من الباحثين على سمكة صغيرة السمكة دي اتصنفت بين أكتر التجارب غربة التجربة دي تم الإعلان عنها في أو من خلال فيديو الفيديو ده انتشر بشكل واسع جدا في الأوساط العلمية وعلى منصات السوشال ميديا السمكة بتقود سيارة مائية تم تزودها بمواتير ومحركات ونجحت التجربة وقدرت السمكة تجر المطور ومشيت به في الشراء الصحفيين لما سألوا مجموعة من الباحثين إيه الهدف اللي كنتم عاوزين توصلوا لي من التجربة دي قالوا كنا عاوزين نعرف ونفهم طريقة انتقال الأسماك الذهبية في البيئة بتاعتها طيب من السمك هنروح لمهندس روسي قدر أنه يصنع سيارة والعربية دي نقدر نقول عليها دراجة محاطة بهيكل خارجي زي محضراتكم شايفين الصورة من قدامكم والعربية تم اقتراها علشان تحمي ركابها من برودة الجو حسنها يعني هي عجلة بس شكلوشيك عجلة كده يعني معدلة بس هو الجديد فعلي من غير مطور يعني في الجو وفي الأجواء دي طبعا إحنا ونقدرش نتكلم بالنسبة للأجواء اللي احنا شايفينها لكن احنا برضو عايزين منها دي بردانين يعني الهدف هو فكرة اللي هو يكون يحميه من البرد بالزبط بس شكلاح والله فصحة حلوة فصحة بس هي الفكرة كلها العجلة يعني بتتميز بالسهولة اللي انتي تقدر تحطيها في أي مكان كده انت خطي حيز كبير صغيرة ورد يعني لو هتقرن دي بالعربيات أو بجال فكارة أكبر منها شوية تعتبر لسه صغيرة انتي أنا عارف اللي انتي مغرمة بالجال فكارة لا بس ممكن أجرب بالعجلة دي نوقات موجودة هتكون يعني مثال كويس